نيجي بعد كده ليه اسرع علاج لقلم الزبحة الصدرية والقوعية. قلم الزبحة الصدرية والقوعية لو واحد حاسس ان السكينة بتقطع في قلبه. السكينة اللي بتقطع في قلبه دي معاها آلام في الدراع الشمال. دي بنوع عليها ايه? الزبحة صدرية. انجاينة. الزبحة الصدرية دي بنعالجها احنا في الطب بتلات اربع حاجات. اول حاجة حاجة اسمها دينيترا. دينيترا يعني ايه? اللي هي نيتروجلسرين. بنحطه قرص تحت اللسان. المفروض ان هو بيفك بيوسع الاوعية بتاعت القلب. ساعات الدينيترا ما بيجيبش نتيجة عن طريق اللسان فبنحط لها ايه? لزقة اسمها نيتروديرم. لزقة قلب. بالمناسبة النايتروديرم دي انا بستخدمها كمان لعلاج القلم بستخدمها لعلاج البواسير. ليه بقى? لانها بيجي معي نتائج كويسة. كويس? طيب. يبقى انا بس كده? لا طبعا ممكن ادي معي اه اسبوسيد. اجيب اه اسبوسيد اطفال بمضخ حبتين تلاتة بيفتح الاوعية. اكتر من كده بقى اجريكس وكلوه بدو بريكس وحاجات تانية كلها بتوسع الايه الاوعية وبتنشط سيورة الدم. خلاص? يبقى انا باخد حاجة سريعة زي ما قلوكم ايه? اجريكس والاسبرين مثلا. اه بدي اه بلافيكس حاجة تانية من نوساعات الاوعية ومزيبات الجلطة. انتي بليتلت. وساعات قدي النايتروجليسرين. انا كدكتور جودة بقى بتضيف ايه? فصل حبهان. حبهان ده بنحطه على الشربة. فصل حبهان ده مش عايز اقولك بدي نتيجة اسرع من الايه? اسرع من الجلسرين او اسرع من نيتروجليسرين. هل نستغنى عن ده? لا. لما بيجي الواحد زبحة وهيموت والاوعية مزدودة ودراعه مشروع. لا. ناخد كل الاوعية. ناخد كل الاسباب. نفعت خلال خمس ده عشر ده افكت زي الفل ما فكرش على عربيت الاسعاف على طول اطلع على المستشفى. واضح الكلام او انا مش واضح? ها? احنا بندي اسعافات اولية سريعة. اسرع علاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مهندس عبدالعزيز رمضان. مدير قناة محبي دكتور جودة محمد عوات. هاخدكم في جولة سريعة. هكلمكم فيها عن احد المشاريع اللي شاركت في تنفيذها. وكان من اهم المشاريع واشهرها في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي. وكمان في المفاجأة هلوكم عليها في نهاية الموضوع. انا مهندس مدني وفي عام الفين وستة سفرت سعرية. هناك شاركت في تنفيذ مشروع الساعة. مشروع كان عبارة عن بورج الساعة وحاول المجموعة من الابراك. وانا شاركت في تنفيذ احد هذه الابراك. والحقيقة ان بورج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد موصل لشكل حالي. وفي عام الفين وستاشر استكاريت في مصر. وبلاد في العمل الحر. واستجابة الاشعار هي نعمل اللي رفعه علينا الجليل الدكتور جودة محمد عواد. فبقى مشاركة العادة من الدكاتة المهندسين والاستشارين ومكاتب هندسية ذات خبرة كبيرة في مجال انشاءات والتشريبات. اتفاقنا على عمل عدة مبادرات. المبادر الاولى شط بشاعتك بساعة التكلفة. المبادر التانية ابن انشاءاتك بساعة التكلفة. وهتستفيدوا من اي عمل هتم متابعته من خلال مجموعة من الدكاتة المهندسين والاستشارين ومهندسين ذات خبرة كبيرة وبنفس سعادة التكلفة. وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطب بالقاهرة والجيزة وستة اكتوبر والفيوم. ويوم بعد يوم هنزود الاماكن وكل التفاصيل هكون موجودة اسفل فيديو. وبنسبة للمشاعة الكبيرة فاحنا بنراحب بها وهننفيذها في اي مكان في مصر. وكمان بنراحب بالتعاون مع اشركاء العرب اللي حابين يشتروا شواء في مصر ويشتروا على التواصل الخليجي. فبنراحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التواصل من الانشاء والمعماري. ولو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلموني على الرقام الظاهر امانكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسرع علاج لي الزبحة الصدرية. بس خلي بالك لما يكون عندك زبحة صدرية وكرش وعندي الام في القلب وكرش بدل معمل اسطرة ودعامة علي جمين الكرش. وانا portrait hub and the rar. الرجل بياخد كل ما يروح للدكتور. عنده كرش كده كده. كل ما يروح بالدكتور. اسطرة ودعم. اسطرة ودعام. اسطرة ودعامة. عمللوا 6 اسطرة ودعام. والقلم زي ما هو الرجل بقاله 3 سنين ما بينامش على ظهره. لما جلنا عملنا له ملينات. نزلنا الكرش ده. كرش ده نزل في عشرين تلاتين يوم راجل بقي ينام ويدعيلنا. لعملنا اسطرة ودعام. ازاي تعالج القلب وثيب القولون وكيرش حرام عليك يبقى مهم جدا انك انت تعالج القولون قبل ما تعالج القلب يا ريت الناس اللي بتسمعني توصل الكلام ده للناس يا رب طبعا اسرع علاج للغرغرينة بدل القطع كل يوم يجي لي ناس عندها غرغرينة في رجلية وخاصة المرضى بتوع ايه السكر هل مرضى السكر بس اللي بحصلهم غرغرينة ولا حد تاني في ناس كتير بحصلها غرغرينة زي مين جرح وسبجر وايه تاني جماعة اللي عندهم الفاسكولايتس يعني التهاب الاوعية الترافية جيني ناس المريضة الاوعية ايديها مورمة وملتهبة ورجلها مورمة وملتهبة كل الاوعية الترافية ملتهبة فاسكولايتس ساعات الفاسكولايتس التهاب الاوعية يبقى الاوعية الصغيرة وساعات يبقى الاوعية كبيرة خلاص ساعات التهاب الاوعية ده بيبقى نفسي وساعات يبقى مصاحب لامرات تانية زي الزئبة زي كده زي رينوتس زي حاجة فظيعة جدا اسمها رينوتس اللي هي الاوعية بتقفل في الشتاء بتقفل لدرجة ان الاطراف بتتجمد ويجي لغرغرينة وممكن تتقطع التهاب الاوعية ده مهيدة لو برا هيعمل لنا التهاب اطراف ورجلينه وادينه وكده وساعات ييجي مع رينوتس في من هنا اللي الاوعية بتقفل في الشتة بس وساعات ييجي مع مرض تاني خطير اسمه اسكليلوديرما اسكليلوديرما ده عبارة عن ايه تتبدل الانسجة الرخوة بانسجة عظمية يبقى عنده المناخير بدل ما هي طرية كده وقرقوشة تلاقيها بقت نشفة وشفايفه تبتدي تديق والمرئ يديق وصوابعه تبقى ونشفة عاملة زي العظم المرض اللي اسمه اسكليلوديرما ده اسمه مرض تعظم الانسجة الرخوة مش ترطان احد انواع الامراض المناعية زي الزئبة الحمرة فاسكولايتس روماتويد سيستيمي كلوبس بنقول عليها بقى الحاجات جوجرين سندروم بهجت مرض بهجت بهست جوجرين ده اللي هو الجفافين تلاقي العلم نشفة جفة واللسان جاف وما فيش لعاب والرحم جاف يعني امراض مناعية فاللي انا عايز اقول لك عليه انه ساعات الاطراف بتتجمد طيب علاجها ايه دي بقى الدكتور جودة بيدي علاجات غير تقليدية انا بقول لك انا بوصل للألم فاقرب حتة وبعالج من جوه وعالج من ايه من برا يبقى لازم انا اعمل تدليق ومساج عشان اجيب دم للمناطق اللي ما فيهاش دم وقدي موسعات اوعية وقدي بقى حينة بقارد بخاردل وقدي اللي بخات اللي قلتلك عليها دي اللي هي بودرة الايه ها ارفة ارنفل لباندكر ها ارفة وبن بن وارفة والباندكر وايه ومر بطار وارنفل دول بيعملوا بريفرال بازو ديلاتيشن بيوسعوا الاوعية الطرفية ويشيلوا ألم الاطراف والغرغرينة كلام كويس طيب عندنا أسرع علاج للسكر بدل الانسولين طبعا انا ما قدرش واقف لوحد انسولين مرة واحدة لكن انا عندي مواد بتدي انسولين طبيعي ايه الانسولين الطبيعي زي الكزبرة مضغ معلقة كزبرة بينزل السكر من ربعمائة لتلتمية معلقة صغيرة خلاص للاطفال للصغار للكبار بصلة متوسطة مع الاكل قد البيض فص توم الناس بيدرها التوم مش مهم خلينا مع البصل مبشور معلقة الحلبة الطرية يعني طرية يعني انا حط علىها شوية ماء سخنة فتطرق بعد الخمس دق اخذ المعلقة ساعة انا بعمل طبق صلطة صغير معلقة حلبة طرية معلقة كزبرة مطحونة بصلة مبشورة ومحكومة انا حط عليها بقى جزرة مبشورة حزم الجرجير طبق صغير كده طبق صغير صلطة خضر قبل اي اكفطار غدعش يزبط السكر ده انسولين طبيعي للصغار والكبار والاطفال والبنات والرجال تقولي ازاي اقولك ماهنا بضبط الانسولين بضبط السكر منين من القولون ضبط السكر يبدأ منين من القولون في ناس فاكرين السكر انسولين بس لا والله ضبط السكر يبدأ من القولون ضبط السكر يبدأ من الكبد الذي يحجز السكر ازاي فلو عالجت القولون وعالجت الكبد انت طلعت كمية مناسبة من السكر تساوي قدرة الانسولين بتاعك او قدرة المنكرياس بتاعك على ان ينتج إنما لما أنا باكل حلويات وشوكولاتات ومصصات وحلويات وبزبوسة وكنافة وعمال عمال رزع 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 أنا مش عايز أقول لك كل الناس جاء لي في رمضان مثلا ها واكلين بزبوسة وكنافة كل الناس جاء في رمضان إيه اللي حصل السكر عندها عالي جدا نرجع بقى لي يمكن أنا أكلمتكم على الولادة الطبيعية ولا الولادة القيصرية قلت لكم المفروض في كل بلاد العالم إن الولادة الطبيعية 80% والولادة القيصرية أو فتح البطل 20% يبقى دي دولة محترمة لكن لو كل الحالات اللي جاء لي بفتح لها بطنها يبقى دي دولة مش محترمة منزمة مش مزبوط لدى كثرة مزبوطين ولا المرضى مزبوطين الانديكيشن أو الأدلة اللي تقول إن الستة دي لازم تعمل عملية قيصرية إن يكون الحوض بتاعها صغير خالص حوضها صغير وإنه العظمة ما تفوتش طفل أصلا أو إن الطفل يكون معكوس ونازل برشت وحاجة يعني الطفل مش مزبوط وإنه المحاولات بتاعت الولادة طبيعية ما نفعيش في هذه الحالة بنتحول إلى ولادة قيصرية لكن نقول للمرأة من الأول هتولدي قيصرية هتولدي شائق بطن هتولدي شائق بطن والحوض بتاعها عريضة والدنيك ليس أنت كده إنسان مش مزبوط والله العظيم يا فندم أيام امرأة حامل أيام امرأة حامل بتحجز ولادة قيصرية والحوض بتاعها عريضة والدنيا حلوة هي خائنة لله ورسوله ونفس الكلام الدكتور أيام طبيب يعرف إن الساتي دي ممكن تولد طبيعية ولدك قيصرية خائن لله وللرسول وللمهنة أقسم بالله العظيم هو خائن إنما احنا كلنا اتفقنا على الخيانة لأن هي لو ولدت طبيعي فيها ألف ألفين جنيه لكن لو ولدت فتح بطن فيها من عشر تلاف لعشرين ألف وانت طالع هي الدكتور يقول لك بقى أخد عشرين ألف ولا أخد ألف جنيه وهي تقول لك أنا عايز أخلص بدل مقعد عشر اتنشر ساعة أولد والرحم يتسع ويتسع ويتسع وليه افتح وشيل وده ما يردش ربنا لأن فيه ما بعد الجراحة مصايب اللي هي للتصاقات ما بعد الجراحة والأدهيجن ممكن يبوز عندها عضلة البول ممكن تبوز المسانة ممكن يبوز المستقيم ياما مصايب طين بعد عملية الجراحة ألعن حاجة فيها للتصاقات يعني للتصاقات يعني أول مرة الراجل بيخيط كل الطبقات في بعض لما تبقى أولادة قيصرية للمرة الأولى أخذ عشر تلاف أولادة قيصرية للمرة الثانية أخذ خمساشر ألف لأنها أقعد أسلك من أولادة قيصرية للمرة الثالثة سأخذ عشرين ألف لأنها أقعد أسلك ساعتين فيمت حاجة فالالتصاقات ما بعد الجراحة الكارثة وما حدش عارف حاجة يبقى نقول إن أولادة طبيعية أفضل من الأولادة القيصرية إنما لو الحوض دي والدنيا تعكد وأجمع الأطباء لما أنت تبرهن وتتفق مع الدكتور على أولادة قيصرية والحوض عريض والدنيا كويسة حرم عليك أنت والدكتور حرم عليك شكرا لكم وأشوفكم حلقة جديدة شكرا لكم والسلام عليكم ونحط الله وبركاته